على رئيس مجلس الوزراء المكلف لإسراء في التشكيل الحكومي وإجراء تقييم للوزراء واستبعاد الذين أخفقوا وتوزير الأصلح بعيداً عن المحاصصة مع وضع التحديات المحلية والإقليمية في عين الاعتبار خلال مشاورات تشكيل الحكومة وصولاً إلى اختيار وزراء على مستوى تلك التحديات وأن استحققات في المرحلة الغادمة أكبر من مساعي البعض للدفع بتوزير شخصيات سبقة لها أنه حيلت إلى التقاعد على خلفية ما ارتكبته من تجاوزات إدارية ومالية جسيمة خلال توليها مناصب قيادية بالسابق وكل ناثقة في عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء إلى الطامحين لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن ونطالب باختيار وزراء لا تلاحقهم الشبهات ولم يتورطوا في ملفات الفساد ولا يشكلون عنصر تأزيم مع المجلس